أحلى حاجة في الحياة هي الأمل الأمل إنك دايماً تبقى بتبص القدام الأمل هو الطاقة هو الإحساس ببكرة هو التقدم النهاردة العنوين كلها يمكن في الصحف المصرية تتناوع بين العمل والأمل للحكومة الجديدة وده يمكن الإحساس والانطباع اللي حسناه من أول طبعاً ظهور تشكيل الجديد إلى حلف اليمين يعني تلمس كده في الشارع وده يمكن الواحد تلاحظها لأول مرة انتظار الناس الناس كانت بتتابع أسماء الوزراء وبتتابع السيرة الزيتية للوزراء وبتتابع التشكيل وتتابع حلف اليمين وكلهم اهتمام وده يديك انطباع رائع جداً فكرة إنه المواطن كمان معاك على الخط هو عايز جداً الحكومة الحقيقة أو التشكيل الجديد يعني أعطى أمل وحالة إيجابية رائعة جداً لأنه الحقيقة فيه تنوع فيه اختلاف فيه شباب فيه كمان تنوع في الاختيار فيه دمج الوزراء تحسن فيه مجهود مبزول علشان تظهر هذه الأسماء وهذه الحكومة الجديدة وده كمان بيدي على طول انطباع مش بس لدى المواطنين ولكن حتى حتلاقي إنه يعني العالم كله ادى انطباع وعنوين كلها بتتكلم على مرحلة جديدة وعلى تشكيل وزاري مختلف والحقيقة حقائب وزارية كثيرة متنوعة وجديدة وفكرة كمان إن انت بقى عندك كمان نواب النواب اللي موجودين فيه طبعاً نواب لسادة الوزراء ونواب لسادة المحافظين بتدي حركة مختلفة أولاً انت بتجهز جيل تاني وطبعاً النواب العدد الأكبر للشباب فانت في نفس الوقت بيديك ده أمل لأنه النايب يتعامل هو النايب هو المنافذ هو اللي حينفذ مع الوزير أو مع المحافظ وفي نفس الوقت انت بتعد أجيال جديدة فأعتقد إنه يعني الحالة اللي احنا شايفينها حالة إيجابية رائعة حالة كده يعني أطفت على السادة المواطنين وعلى الشارع المصري نوع من الارتياح وطبعاً الجميع بينتظر بإذن الله بدء الحكومة الجديدة ولكن منذ صباح اليوم الحقيقة عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أول مؤتمر صحفي للحكومة وده طبعاً بعد حلف اليمين الحقيقة مع هذا المؤتمر بدأت تتابع إنه الناس عندها حالة من الأمل المؤتمر كان في قوة حتى دكتور مصطفى وكأنه يتنفس من جديد يبدأ مرحلة جديدة مع فريق عمل كبير من السادة الوزراء والنواب وطبعاً واضح إنه في خطة محطوطة واضح إنه في استراتيجية مرسومة واضح إنه في أفكار كمان إنه العمل يبقى عامل إزاي أنا شفت المؤتمر الانطباع العام الحقيقة كان انطباع جيد جداً في مكشفة في مصرحة وفي بساطة يعني عجبني الحقيقة أكتر من شيء يعني يمكن ذكره دكتور مصطفى خلينا كمان نقول بإنه هذا المؤتمر السريع الإقاعي يعني أنت بالأمس كان حلف اليمين الاجتماع الأول مع السيد الرئيس والمجموعة الجديدة من السادة الوزراء والمحافظين واليوم على طول المؤتمر وهنا تحس إنك عندك إقاع جديد وإقاع مختلف أكد كمان الدكتور مصطفى مدبولي على تنفيذ توكيهات السيد الرئيس للحكومة بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين ودي أنا لحظته يعني البداية على طول إنك بتكلم المواطنين وبتقول على خطة العمل بتاعتك وكمان نقطة أهمة جداً إنه الحكومة يكون لها طول الوقت التواصل مع المواطن لأن هي الحكومة هي اللي بتنفذ كل المتطلبات والتحديات وبتتكلم فيها